ملايين البريطانيين عليهم الاختيار بين تناول الطعام والشعور بالدفء في شتاء قارس الحديث لصحيفة الجارديان والتي أشارت إلى أن الوقت ما زال متاحا لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية والتي تتصدى لموجة الجوع والفقر التي سمحت الحكومة لها بتحطيم المجتمع يأتي هذا في وقت قالت فيه الرئيسة التنفيذية لمنظمة ترسل ترست والتي تدعم شبكة تضم 1300 من بنوك الطعام في أنحاء بريطانيا إنه في مواجهة عاصفة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والركود المحتمل والتي تدفع الناس إلى هوة أعمق من الفقر يتسبب ارتفاع كلفة المعيشة في موجة عاتية من الحاجة لبنوك الطعام بالطبع أنا أتناول الطعام لا أتناول اللحم كثيرا أنا أتناول الخضروات على نحو أكثر وكذلك فيما يتعلق بأسعار اللحم وأسعار الأطعمة على مختلف أنواعها تسجل ارتفاعات وإن لم يكن هناك نوع من الدعم بشأن هذه الاحتياجات أظن أنه سوف ينتهي بالمطاف لأن أكون جائعا الجميع يعاني أنا بالطبع الأمر ليس سيئا بالنسبة لي بالنسبة لإحتياجات الأموال ولكن ماذا عن شخص لديه أطفال عليه أن يدفع الفواتير التي تسجلت ارتفاعات حقيقة حتى أنني كنت مولعا بالتسوق اعتدت أن أكون في الطبقة الوسطى ولكن الآن أظن أنني أخفض طبقة اجتماعية المنظمة تقول إن الحصص الغذائية والتي وزعتها في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي شهدت زيادة بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وذكرت المنظمة أنها ستوزع أكثر من مليون حصة غذائية في الأشهر الستة حتى أبريل 2023 منها نصف مليون حصة غذائية موجهة للأطفال وعانت عائلة واحدة من بين كل خمس عائلات تقريبا من ذوي الدخل المنخفض من انعدام الأمن الغذائي في سبتمبر الماضي وذلك حسب ما قالت فود فونديشن وفي تقرير أوردته الجارديان في أكتوبر الماضي فقد ارتفعت مستويات الجوع إلى أكثر من الضعف منذ مطلع 2022 مع ما يقرب من عشرة ملايين بالغ وأربعة ملايين طفل غير قادرين على تناول وجبات منتظمة في شهر سبتمبر حسابي البنكي يسجل انخفاضات مذهلة وأقوم بتفريغيه على نحو مذهل كل الأموال تذهب لسداد ودفع الفواتير إذن عليك أن تأكل قليلاً هذه مشكلة يمكنني أن أنظم أموري لا شك أنني على ذراية بارتفاع الأسعار وحتى عندما أقوم بالتسوق في المتاجر والمحلات ألاحظ ارتفاع تكلفة الخضروات والبقالة الأمر ملحوظ للغاية مع هذه الارتفاعات حسناً كما تعلم كل قلق حيال ارتفاع هذه التكلفة كل شخص هنا إذا ما سألته سوف يقول لك هذا ولكن كل الطبقة الوسطى وكل الطبقة الاجتماعية الأدنى تعاني الآن من سداد الفواتير وسداد المرافق ولكن أنت في حاجة إلى الكهرباء والغاز في كل الأوقات ومن ثم إن لم يرتفع دخلك بصورة ترضية مع هذه الارتفاعات السعرية بالطبع قد يكون صعباً على بعض الأشخاص أو على الكثير من الأشخاص وتضمنت المطالبات توفير وجبات مدرسية مجانية لنحو 800 ألف طفل إضافي وسط تقارير عن أطفال جائعين يسرقون التعام من زملائهم في الفصول الدراسية أو عدم تناول الغذاء لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الوجبات المدرسية ووصف خبير الصحة العامة سير مايكل مارموث ارتفاع الجوع بأنه ينذر بالخطر وقال لصحيفة الجارديون أيضاً إنه سيكون له عواقب صحية مدمر على المجتمع بما في ذلك زيادة حالات الإجهاد والأمراض العقلية وأظهر استطلاع للرأي نشر الشهر الماضي أن 51% من البالغين في بريطانيا يشترون كميات أقل من الطعام والشراب مع ارتفاع التكاليف وأوضح الاستطلاع أن هذه النسبة ارتفعت إلى 61% في المناطق الأكثر حرماناً في إنجلترا مقارنة بنحو 44% في المناطق الأقل حرماناً أنا ارتشرت للتوش طيرتين لحموا منذ شهرين كان سعرهم 15 جنيه السرليني ولكن الآن سعرهم 24 جنيه السرليني وكذلك أسعار اللبن زادت منذ 15 جنيه السرليني الأمر غبي وهذا يعني قضاء عطلات على نحو أقل ترفيه أقل تسويق وتسوق أقل أظن أن علينا إذن أن نغير هذه الحكومة كل شخص قطع وعداً على نفسه ولم يتحقق نحن نخارب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أرغب في أن أرى حكومة مختلفة عندما أذهب إلى المتاجر بعض الأسعار ارتفعت بنسبة 30 أو 40% على مدار كل كليل من الأشهر الأمر غبي يتحول من سيء إلى أسوأ بل إلى الأكثر سوءاً قال ما يقرب من 25% إنهم قلصوا حجم الوجبات الغذائية لأنهم لا يستطيعون شراء كامل احتياجاتهم حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بحسب مكتب الإحصاء الوطني بنسبة 16.5% في نوفمبر الماضي وهي أعلى زيادة منذ عام 1977 وتبقى التساؤلات هل تجد الحكومة البريطانية مخرجاً لأزمة طالت بتأثيراتها الفئات الأكثر ضعفاً وما هي الخطط لإنقاذ المحتاجين من براثن الجوع من العاصمة البريطانية لندن هنا القاهرة ترجمة نانسي قنقر